انا الدكتور اسلام عبدالسلام وفي الفيديو ده هنتكلم عن فاينالي المحاضرة الاخيرة في موديول البلد وفي بداية كل فيديو بحب افكرك ان هذا الفيديو تحت الرعاية النبراسية الكاملة وان فريق نبراس هو المتكفل بتنظيم الورق من الالف لليان وان انا بحب اشكرهم في بداية كل فيديو على مجهودهم اللي بيقدموه تجاه الطلاب واذكركم بحديث النبي عليه افضل الصلاة والسلام احب الناس الى الله انفعهم للناس وحب الاعمال الى الله عز وجل سرور يدخله على مزي وان النبي عليه افضل الصلاة والسلام علمنا اننا نعمل الخير مهما كان صغير لما قال لا تحقر ان من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخوك بواجهين طليل موضوع النهاردة بسيط جدا 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 وهو عبارة عن موضوعين صفحة كده اسمها انتيكو اجلانز وهي عبارة عن كم كلمة كده على بعض مش حاجة مش اللي هي وحاجة تانية اسمها الديس اردرس اف هيموستيزيز كان المفروض ان ناخد الانتيكو اجلانز يديد المحاضرة اللي فاتت ولكن انا خوفا مني ان المحاضرة تكون طويلة ويصعب مذاكرتها يعني خلينا كده يعني بصو طبك تزاكر نفس الكمية في يوم بس يتقلك انها محاضرة واحدة فاهم انما نتاخد محاضراتين في اليوم لا تحس انت عملت مجول الانتيكو اجلانز من اسمها انتيكو اجلانز كو اجلانز يعني العوامل اللي بتعمل التجلط انتي يعني ضد اذا دي حاجات ما بتعملش تجلط يعني بتعمل حاجة اسمها سيولة في الدم بقولك الانتيكو اجلانز نوعين انواع ينفع تتاخد في الجسم سواء بالاورال يعني من الفم او الحؤن وانواع تانية منفعش تتحط في الجسم او في انواع منهم تنفع لتنين بصنا انت لو عندك باثولوجيكال ديسيز يعني عندك مرض بيمنع تكوين اه انا اعسف عندك مرض بيؤدي الى تكوين جلطة ايا كان مثلا الفيسكاستي على سبيل المسال بتاعت دمك عليم الفيسكاستي دي بتؤدي الى حدوث جلطة فبتضطر ان انت دكتور يكتب لك على انتيكو اجلانز مضادات الجلطة عشان تمنع تكوين ايه؟ جلطة ده لو انت جوه الجسم لو انت جوه الوحي يعني هيكتب لك حاجة تاخدها انت تتشتغل في جسمك انت بنسميها ان فيفو ان فيفو يعني انت كواجل انت بيشتغل جوه الجسم تمام؟ في بقى احيانا انت بتسحب من حد عين الدم عشان اكتر من غرض ممكن مثلا تعمل عليها تست تشوف مثلا كمية المواد اللي فيها عدد الخلايا تعمل عليها لصورة الدم الكاملة زي ما هناخد في العملي او ان انت تاخد عين الدم ديت وتنقلها لحد ثاني ففي البلوت رانس فيوجين بناخد تنسحب كيس دم و كيس الدم بنقلوا لحد ثاني تمام؟ فعشان نمنع كيس الدم دوت او عين الدم المناهت تتقلط نحط لها انتيكواجلانز في الحالة دي الانتيكواجلانز بيبقوا ان فيترو يعني برى الجسم خلينا نبدأ كده الانتيكواجلانز الان فيفو يعني ايه اللي جوه الجسم بقولك ان هم اثنين هيبارين وعيلة كده اسمها كومارين العلان اللي اسمها كومارين دول اتنين بس منهم اسمهم دايكيومرول وورفارين سبق وتكلمنا عنهم في محاضرة البلود ترانس فيوجن تمام وقلت لك ان الناس اللي عندها وورفارين او دايكيومرول بننقل لهم بلازمة عشان دول بيعملوا ايه عشان البلازمة فيها كواجيليشن فاكتورز والورفارين والدايكيومرول بيكون فيهم هم انتيكواجيلنز فلما ننقل لهم كواجيليشن فاكتورز ده كده كأننا بنضاد تأثير الورفارين مسلا والهيبارين الهيبارين دوت انت خدناها يعني المحاضرة اللي فاتت هو عبارة عن مادة بتكون موجودة في الجسم في ثلاث اماكن على سطح الايندوثيليال سيلز ويكون موجودة في البيزوفيل ويقولنا ان البيزوفيل في الدم والمستيسل في التيشوس بيقول لك الهيبارين هو بيروح يحفز المادة الاسمها أنتهرومبن ثري والأنتهرومبن ثري من اسمها بتعمل ايه؟ بتشتغل على الثرومبن تمام؟ الهيبارين دوت بيبقى انجاكتد يعني بيتاخد حقن لو يتاخدش بالفم ليه لان هو بيتشغل في الدم بيشتغل في الدم على حاجة موجودة في الدم اللي هي بيئة العمل بتاعته الانتي ثرومبن موجودة في الدم اذا هو بيشتغل في الدم على الايه على الانتي ثرومبن هبناخده حقن نحطه في الدم على طول او الهيبارين بتاعه بتاعيف الدول بيشتغل علىبيتامين كي بيشتغل علىبيتامين كي وبيتامين كي مسؤول عن تصنيع ارباة الج tau je. شبه ما خدنا في اخر المحاضرة اللي في حدد. رقم اتنين ورقم سبعة ورقم تسعة ورقم عشرة. تتصنع في الليفر. اذا فيتامين كي بيشتغل في الليفر. اذا عشان تاخد اللي بتشتغل على فيتامين كي اللي بيشتغل في الليفر. انت المحتاج تاخدها وتحطها في الطريق اللي بيودي على الليفر على طول. ولذلك هو بيقول لك ان هما يعني بيتخدوا عن طريق الفم. ليه? لانت لما بتاخد الحاجة عن طريق الفم بتنزل في الامعاء. الامعاء بتمتصها توديها على على الليفر. ولما تشتغل حاجة تخرج كده من جهاز العظمي على الليفر فتت تبقى كي انك وجهتها اللي بيقيت عملها مباشرة. بيقول لك ان في الواقع انت عشان تاخد دول تأثيرهم ما بيطلعش في ساعتها. قم الايه? بيقعد من اتناشر لاربعة وعشرين ساعة عشان تشتغل. اش معنى? لان فيه في الواقع فيه في دمك اللي هما اتنين وسبعة وتسعة وعشر. فانت لما بتاخد بتوقف تصنيع المزيد. تمام? فعشان تأثيرهم يبان اه هما خلاص دخلوا ويوقفوا تصنيع. الايه? عشان تأثيرهم بقى يبدأ يبان نازم اللي هما اتنين وسبعة وتسعة وعشر. اللي موجودين في الدم يخلصوا. لما يخلصوا الحفظ اللي ينزلوا بقى في اي مكان. نزلوا في اليورين يطلعوا في اي حاجة. المهم لما يخلصوا يبدأ تأثير بقى الايه? يبان. وعرفت ليه دول بيتاخدوا اورلي وعرفت ده بيتاخد انجيكشن. تمام? وركز على حتة اورلي وانجيكشن لانها بتيجي في المتاحة. ان فيترو الحاجات اللي بتتاخد برا الجسم. هو تفرق يعني ما طب ما ناخد الحاجات اللي برا الجسم داخل الجسم. لا. عندك مسلا مادة شبهة الهيبارين دي مفع فعلا تتاخد برا الجسم داخل الجسم. ليه? لان الهيبارين بتشتغل على حاجة في الدم. لما تاخد عين الدم برا في تستوتيوب او اي حاجة فلما تحط الهيبارين. الهيبارين خلاص يعني ما هو بيشتغل على مادة موجودة في الدم وانت عندك دم برضو. الدم عمره ما يبقى مين. ولكن في بعض الاحيان شبه الدايكيو مارول والورفرين بيشتغلوا على حاجة جوه الجسم بيشتغلوا على فيتامين كي في عملية تصنيع الكواجيليشن. فبالتالي تلما تحطوهم مفيش في الدم بقى تصنيع كواجيليشن فكتورز. مفيش في الدم مصنع كواجيليشن فكتورز. اذا مش هيبقى ليوم لازمة. مش هيشتغل. تمام? فاذا الهيبارين خدنا ان هو عادي. طيب. تاني بقى هو الكالسيوم. هو الكالسيوم انتي كواجيليشن فكتورز. ولكن هنا هيلعب على نقطة الكالسيوم. سبق وهفكرك بنقطة كده ان انا قلتها. ومذكورة في المنهج ان الكالسيوم اللي احنا اللي بيدخل في الكواجيليشن هو يعني كالسيوم موجب اتنين. تمام? الكالسيوم موجب اتنين. ده بيدخل في كل تفاعلات الكواجيليشن مع ده اول تفاعلين في الانترنسيك باثوي. كلام المحاضر اللي قبل اللي فاتت. تمام? ماشي. بقول لك انت بقى في طريقتين. لو شلت الكالسيوم. لو شلت الكالسيوم. هتوقف الكواجيليشن. اه. في ممات بقى بتشيل الكالسيوم. بتشيله ازاي? عن طريق حاجتين. دي ايونيزيشن او بيرسيبيتيشن. دي ايونيزيشن كلمة دي يعني بتشيل او تنزع. تمام? فدي ايونيزيشن يعني انت بتخلي الكالسيوم مش ايون. تمام? بتخلي الكالسيوم مش موجب اتنين. تمام? والكالسيوم اللي مش موجب اتنين. الكالسيوم اللي مش اين. ما بيشتغلش في الكواجيليش. والطريقة التانية بيرسيبيتيشن. يعني ايه بيرسيبيتيشن يعني انت بتحوله لمادة بتترصب. يعني بتحوله لمادة زي مثلا كربونات الكالسيوم. على سبيل المزايا يعني. تمام? بتحوله لمادة بتترصب. مادة الكالسيوم ما بيبقاش دايب بقى في البلازمة لا بيبقى مترصب كده في صورة مادة صلبة. فبالتهلي ما بيشتغلش في كواجيليشن. عملية دي ايونيزيشن ديت اللي بتعملها مادة اسمها سوديم ستريت. تمام? لفظ ستريت هو الاهم من كلمة سوديم. تمام? عملية الدي ايونيزيشن اللي بتعملها مادة السوديم ستريت. وعملية اللي بتعملها مادة اسمها سوديم اوكزالات. بتتحول ايه? تحول الكالسيوم لمادة بتترصب. طيب نحفظها ازاي عشان ما تتلغباش بينهم بص. مبتعملهاش العكسها مش مع دي ما بتتعاملش بالاكزاليت. تمام? ماشي. بص باب. لما تعمل للكالسيوم الكالسيوم بتتحول لصورة صلبة. صورة مترسبة في العين. الصورة دي لو كانت في الدم بتاع جسمك الصورة دي لو كانت في الدم بتاع جسمك كانت الحاجة المادة المترسبة ديت هترسب في التيشوز. كل ما الدم يتحرك المادة دي هتترسب في الايه? في التيشوز لانها مش دايبة في البلازمة. تمام? ولذلك بيقول لك على السوديم اوكزاليت دي توكسك. تقول لي سوان يا صلم. وانت بتستعبط. قولك لا والله ما بستعبطش. قول ما الايه? اما انتش انت قلت الحاجات دي حتى نستخدمها يعني برا الجسم. قلت لك اه بس احيانا دوت بتستخدمه في يعني انت بتاخد عينة الدم. وتحط عليها الانتيكواجلنت عشان انت هتنقلها لحد تاني. فمش عايزها تتجلط قبل ما تنقلها لحد تاني. تمام? طيب. في الحالة دي انت هتودي الدم لحد تاني. هل هتودهول وفي مادة مترسبة جواه? هتموته? لا. فقيتا ينصح بان انت لو تستخدم العينة ديت للبلود ترانس فيوجن ما تستخدمش السوديم اوكزاليت. ليه? لانها توكسك. على عكس التانية السوديم ستريت انها ايه? مش توكسك. طيب. ندخل في الجزء اللي بعده انا وهو سمر كدر اللي قلناها حتى الان. الان فيفو الان فيفو الان فيفو الان فيفو اتنين هيبارين ودايكومرول وورفرن. تمام? الان فيفو انا اسف الان فيترو تلاتة هيبارين ستريت اوكزاليت. وانت عرفت الاوكزاليت عشان فيها اكس فهي توكسك. ماشي. ديس اوردرز اف هيموستيديوس. ولك ايه? ان في بعض احيان عملية هيموستيديوس بتحصل بشكل خاطئ. اما او اما ايه? اما تحصل بشكل خاطئ بانها ما تحصلش وقت منعوزها. واما تحصل بشكل خاطئ بانها تحصل بشكل اكبر من اللي احنا محتاجينه او تحصل في وقت احنا مش محتاجينه. يعني ايه? يعني اما انت تتعور وما تعملش جلطة. واما انت ما تتعورش وجسمك يقعد يعمل جلطة. لما تتعور وجسمك ما يكونش الجلطة لما يكون في عندك مرض بيمنع عملية تكوين الجلطة بشكل طبيعي ساعتها بنقول عندك bleeding disorder انت بتنزف وما فيش جلطة ولكن لما جسمك يكون undesirable جلطة حلوة عندزيرابل الجلطة دي لما جسمك يكون جلطة بدون داعي ساعتها بنقول عندك thrombombolic disorder واقعها على الودن حلوة thrombombolic thrombombombombوم ما علينا ماشي ايودوباثيك ثرومبو سايتو بينيك بيربرا وليفر ديسيز فيتامين كي ديفيشنسي وحاجة كده اخيرة بصوا معين مين اللي بيعمل الجلطة اتنين البليتلت اللي هي خليطة الجلطة ومين وكواجيليشن فاكتورز اذا 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 لو عندك مشكلة في البليتلت نقصة مثلا ساعتها بنسميها thrombocytopenia thrombocytopenia thrombocytorgtstersione يعني الخليات اللي بتاملك جلطة بيني يعني قليل قليل قليل��� infinity خليل فلقي مشكلة في البليتلس وعددها قليل لو عندك مشكلة في الطرف الآخر che틀 وهوragelation factors هيكون حالة من اتنين اما انت عندك مشكلة في الكبد اللي بيصنعهم �� при cerveau عندك اما انت عندك مشكلة جيينية انت اخدها اصلا وارسها من حد من ابوك او امك تمام? وساعتها بنقول ان انت عندك ايه? اه جيناتك ديزيز تمام? فالمشكلة في الكواجيليشن بتكون في كواجيليشن فاكتوس بتكون يقيمة جيناتك يقيمة في الليفر ومشكلة في البليتليتز بتكون بتكون في العدد. فناخد كده اقول مرض اسمه ايودوباثيك ثرومبو سايتوبينيك بيربرا. الميكانزم بتاعه قاله وهو اوتو اميون ري اكشن ثواني احنا سبقنا حتة كده. هو اسم المرض معناه ايه? احنا من اسم المرض هنستنتج سببه. ايودوباثيك يعني مرض مجهول السبب. مجهول المصدر يعني ما تعرفش ليه بيحصل. ايه هو الوتو اميون ري اكشن? الوتو اميون ري اكشن معناه ان في بتقتل البليتلتز بتكسر البليتلتز الجسم بيصنع وتكسر البليتلتز. تمام? فا ايودوباثيك هو بيقول لك ما نعرفش سبب الايه? سبب الانتيباثيك ثرومبو سايتو بنك يعني يعني يتميز بنقص عدد ايه البليتلت بيربرا هي النقط دي البربرا هي النقط دي النقط الحمرة اللي تحت الجلد دي. طيب بيقول لك ايه؟ المرض ده بيتميز نقص البليتلت بتاعها من مية وخمسين الف لربعمية الف. من مية وخمسين الف خلية كل كيوبة مليميتر لربعمية الف خلية. بيقول لك ان المرض ده لما عدد البليتليتس مش بس يقل عن النورمال رينج لا ده يقل خالص وينزل في الارض لحد ما يوصل لخمسين الف خلية كل كيوت مليميتر ودي حاجة قليلة جدا 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 جدا. ساعت هنقول على الرجل دوت ان هو عنده وعلى فكرة هتشوف له اختصار كده في الكلام يعني عشان بس لما تشوفه ما تتهزش يعني. يعني الاعراض بيقول لك ايه? ان الكابيلاريز الصغيرة من ابسط روما بتتقطع. من ابسط روما بتتقطع. من ابسط روما بتتقطع. من ابسط روما بتتقطع. لما كانت البليتليتس بسحتها. يعني بتصلح القطع ده بان انت ما بتلاحظوش اساسا. ولا يعني بنحطه في بالنا. ايه دي عدت الكابيلاريز. ولكن مع نقصان البليتليتس بسبب المرض دوت بتخلي ان ابسط حاجة ممكن تقطع الكابيلاريز بل وان الكابيلاريز ممكن تتقطع بلا سبب. ده بيقدي لحدوث نزيف كده تحت الجلد. ان الكابلة لزيبة تكون في الجلد وفي الانسجة وفي كل حتة يعني. بيقضي له حدوث نزيف تحت الجلد. النزيف اللي تحت الجلد دوت بيظهر كده على الجلد بشكل بقع لونها احمر او بنفسجي. طبعا بيكون بنفسجي يعني احمر كده مخفف عشان لون الجلد يعني. تمام? مش هتفرق لون مش هيجي يقول لك بيربل ولا حمرة يعني. بس بيكون نقط كده دم او نزيف تحت الجلد بيبان على شكل ايه? نقط. النوع دي بيسموها تمام? تمام. قولي هو البلاد فيسل الكبير هيتقطع لوحده. البلاد فيسل الكبير هيتقطع لوحده. ولا الحاجات الصغيرة الضعيفة اللي بستحملش. لا الحاجات الصغيرة الضعيفة اللي ما بتستحملش. تمام? ولذلك ان دي بتحصل في الايه? في تمام? مش تمام? عشان يظهر لك المنظر ده فبيكون بسبب قطع فيه تمام? تعال نقرأ بالتالي اغلب الحاجات اللي بتشارك فيها البلاد لت عنصر كده اساسي زي هيحصلها ايه انها? هيحصلها خلاص مش هتشتغل زي ما كانت بتشتغل في الطبيعية. تعال فكرك ان هو كان عبارة عن ان بيدخل لها الكالسيوم فيعمل انقباض في الاكتين والميوسين اللي جواها. فتنقبض وتنقبض معها الجلطة. ماشي. يعني يعني زي بتعرف ان الرجل ده فعلا بتتأكد بقى ان هو عنده اا اي تي بي اي تي بي. بان انت بتعمله تحليل اسمه هناخده بالتفصيل في العملي. البيدينج تايم دوت هو انك بتجيب سمع الراجل تشوكه شكة صغيرة. هو مين اللي مسئول عن اغلاق الشكة الصغيرة. فبالتالي لو راجل ده فضل ينزف كتير. ده معنى ان البليدينج تايم بيكون من اتنين لخمسة. فلو الراجل ده بتاعه اطلع اعلى من اتنين لخمسة. اعلى من خمسة يعني. ساعت هنقول ان الراجل ده عنده مشكلة في الايه? في البليدينج. طب علاجه ايه ان انت تنقله دمهو البلاد او تنقله بليدينج بس مش اكتر لانه عنده في البليدينج. طبعا ده العلاج النظر يعني. يعني المرض العلاج الوحيد ليه هو ايقاف السبب. فلو افترض انت مقلت له بليدلتس مرض اما البليدلتس دي هعمر افتراضي وهتروح. هتبدأت كل شوية تجيب الراجل وتنقله دم. لأ. علاج المرض بيكون بان انت توقف سبب المرض الاول وبعدين تبدأ تعالج الضرر اللي هو سببه. ندخل في اللي بعده قاله وهو الليفر فانكشن. بص هنا احنا عايزين نختصر الكلام خاص. اي مرض في الليفر هيؤدي الى ايه? نقصان في الكواجيليشن فكتورز. طبعا? فانا جايب يقولك بيديك مثال على مرض الليفر سيرروزوس. عنده تلايف كابد يعني. الليفر هو مصنع الكواجيليشن فكتورز زيها زي اي بلازما بروتين. فبالتالي المرض اللي بيجي في الليفر هيأثر على تصنيعه للبلازما بروتينز هيأثر على تصنيعه للكواجيليشن فكتورز. فيؤدي الى. يعني راجل بينزف بلا داعي. لا اناسف يعني راجل بينزف و ما بتتكوينش جلطة. JUKE. الفيتامين كي بيدخل في تصنيع كواجيليشن فكتورز. الاتنين سبعة اتسع اربعة. الاتنين سبعة اتسع اربعة دول لو عندك فيتامين كي centro مش هيتكوينو مش هيكون موجودين بكثرة في الدم. فبالتالي هيؤدي الى ان الراجل لما يعوز يكون جلطة. الى اسعوبة ويلاء الموارد مش موجودة لو كواجيليشن فكتورز مش موجودة فبالتالي يكون تكوين الجلطة صعب فيوضل ينزف نقول عنده بقول لك بص جسمك تلقاي بالانتستاين البكتيريا دي بيصنع بيصنع فيتامين كي ولذلك كن ان انت بتاكلش اكل في فيتامين كي ده مش هيأثر قوي يعني هم الايه بقى المشكلة المشكلة بتحصل لما انت عشان يعني عشان ينقص فيتامين كي في جسمك في اما انت قتلت البكتيريا اللي بتصنعو يقمنت البكتيريا زي ما هي ولكن ولكن منعت امتصاصه بأقобщеة البكتيريا تصنع فيتامين كي في الامعاء والامعاء ما تمتصش فيتامين كي تمام البكتيريا زيها زي اي كائن حي لما بتخده انتيبيوتك لما بتخده انتيبيوتك شيستامك انتيبيوتك دوت بيقتل كائنات الحية زي البكتيريا تمام طبعا بيكله فوائد بيكون له اضرار لو حد يعني اخد مضاد حيوي فطبعا ليه فوائد وليه اضرار تمام فبيقولك الافطفال با بيتعرضوا ان هم ياخدوا بشكل كبير بيقضي على الانتستاينال فلورا او الانتستاينال البكتيريا اللي بتصمع الفيتامين كي فالانتستاينال البكتيريا دي لما بتمنت ما بتصمعش فيتامين كي فتؤدي الى في حال اخر تعال اقول لك الفيتامين كي زيه زي اي فيتامين بينتمي لمجموعة كده مين مجموعة كده مجموعة كده هم اربعة عبارة عن يعني بيتكونوا من دهون بيتكونوا من الفات لما بيدخل لما احنا بنكل حاجة فيها دهون او كده وتدخل الامعاء بتاعتنا بتعتمد على ان هو يمتصها مين البيل ده في الكبد تحتيه حاجة اسمها المرارة المرارة دي بتفرز بتمد داقت كده اسمها البيل داقت بتمدها جوه الامعاء البيل داقت دي بتخلي المرارة تفرز بتاعتها العصارة بتاعتها جوه ايه جوه الامعاء ليه بقى لان العصارة بتاعتها البايل دي بتساعد فيه امتصاص له الدهون هي المسؤولة عن امتصاص الدهون احيانا بيحصل بايل داقت اوبستركشن يعني ايه يعني البايل داقت تتسد يحصل فيها اوبستركشن فالبيل ما يدخلش جوه الامعاء ففيتامين كي الانتستاين البكتيريا فرازيتو ما يمتصش فبالتالي بقى عندك فيتامين كي ديفيشنسي. علاجها ايه? هات اي حاجة بقى فيتامين كي واكل. يا راجل طب ما هتدخل برضو الامعاء وما تمتصش لان البايل داكتا مسدودة. اذا علاجه بانك ترميله فيتامين كي في الدم على طول عن طريق الحؤن في الانجيكشنز. ترميله فيتامين كي في الدم. الكبد لما يوصل له الفيتامين كي يبدأ يستخدمه في التصنيع الايه? الرابع مرض له وهو الهيموفيليا. الهيموفيليا نوعية. هيموفيليا ايه? هيموفيليا بايه? حسب ايه? بص. الهيموفيليا هيم يعني دم. واحيانا بتيجي بمعنى نزيل. فيليا يعني بيخب فاهم? اللي هو عنده ميول يعني. تمام? فبيقول لك هيموفيليا يعني عنده ميول ان هو ينزف. تمام? تمام. زي كلمة بليدين ديس اوردر كده بالزبط. الهيموفيليا نوعية? كلاسيك هيموفيليا اللي هي هيموفيليا ايه? وهيموفيليا بيه? كلاسيك هيموفيليا دي بتيجي لخمسة وتمانين في المية. من البشر? لا. خمسة وتمانين في المية من الناس اللي عندها هييموفيليا بيكون عندهم هييموفيليا ايه دي? يعني لو البشر ميت مليون مسلا ومسلا مسلا 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 مليون منهم جالوا هيموفيليا فهيبقى تمامية وخمسين الف. تمامية وخمسين الف عندهم هيموفيليا ايه وخمستاشر الف عندهم هيموفيليا بي. ما لها الهيموفيليا قالك الهيموفيليا دي هي نقصان لفاكتور رقم تمانية في حال لو كانت هيموفيليا ايه? وفي حال لو كانت هيموفيليا بيه فبدي بتكون نقصان لفاكتور رقم تسعة. عشان تحفظها ما تتلقبطش فتمانية تمانية تمانية عاملة ازاي? تمانية عاملة شبه حرف الاي كده بزبط اي تمانية تمانية ايه شبه حرف الاي. ماشي. المهم يعني. طيب ليه جيلي هيموفيلية ايه او هيموفيلية دي بيقول لك بص تعال مبدئيا الهيموفيلية دي مرض وراسي ماشي ماشي بيكون الكلام ده غير مفصر في الكتاب لكن تعال نفسره جدا على جنب ونرجم يعني يقول لك ايه بص الجين المسؤول انت عارف من البروتينة بتاعتنا بتتصنع عن طريق جينات فبيقول لك ان الجين المسؤول عن تصنيع فاكتور رقم تمانية وفاكتور رقم تسعة بيكون موجودة على الاكس كروموسوم ثانية واحدة مين الاكس كروموسوم هقولك انا فاكر شابتر السل كنا اخدنا فيه الطرز الكروموسومي اللي هو الكروموسومز فارز الكروموسومات اخر زوج من الكروموسومز كان اسمهم الكروموسومات الجنسية بيقول لك بقى ايه الكروموسومات الجنسية دي لو انت راجل لا لو انت ذكر لو انت ان شاء الله مش تضي حاجة والله لو انت ذكر بيكون اكس واي بيكون عندك كروموسوم اسمه اكس وكروموسوم اسمه واي لكن لو انت لو انت بنت بيكون عند الكروموسوم اكس وكروموسوم اكس بيكون عندك الاثنين اكس بيقولك ايه بقى ان الجين اللي بيصنع فاكتور رقم تمانية والجين اللي بيصنع فاكتور رقم تسعة بيكون موجود على الكروموسوم اكس بس يعني بيكون موجود على ده او موجود على ده او موجود على ده لو انت عندك هيموفيليا ده معناه ان الكروموسوم اكس بتاعك ما فيهوش الجين اللي بيصنع فاكتور رقم تمانية في حالة لو كانت هيموفيلية ايه? وفاكتور رقم تماني افاكو فاكتور رقم تسعة في حالة لو كانت هيموفيلية بيه. طيب هتلاقيه بيقولك ايه? ان المرض ده بيجي يعني المرض ده منتشر في الرجالة كتير جدا 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 عنه هو منتشر في الست هتليه? لان الرجل بيكون عنده فرصة انه هو يجيله. المرض ده ليه بابس? لو عنده هو عنده كرموزوم اكس واحد. فلو كرموزوم اكس دوت في غلط في الجين بتاع فاكتور رقم تمانية او الجين بتاع فاكتور رقم تسعة فخلاص. خلاص مش هيقدر يصنعه ليه ما عنده غير الكرموزوم واحد بس. لكن على عكس الست لو الجين ده. لو الجين دوت في مشكلة في الژي لو انا اسف لو الكرموزوم دوت في مشكلة في فاكتور رقم تمانية فاكتور رقم تسعة. خلاص عنده واحد تاني يصنع مكان ما. فهمت? عشان كده المرض ده لما بيجي في الرجالة بينتشر اكتر من الستات. تعال فراء كده بين اللفظين هتشوفهم في الاسئلة. اه بين كلمة كارير ومريض يعني كارير ده يعني يحامل المرض يعني يحامل المرض يعني هو عنده المشكلة في الجينات بتاعته ولكن الاعراض مش بتظهر عليه. الراجل ما ينفعش يبقى كارير ليه? لانه لو عنده مشكلة في الكرموسوم اكس هيصنع فيتامين يصنع فاكتور تمانية وفاكتور تسعة منين مش هيصنعهم فبالتالي يبقى مريض ليه? عنده كرموسوم واحد فقط ما ينفعش يبقى كارير هو عنده المرض فعلا يعني عنده المشكلة في الجينات فعنده المرض او ما يبقى عنده مشكلة في الجينات بتظهر عليه امراض على طول تمام? ولكن الست ممكن تبقى كارير وممكن احيانا في حالات الندرة تبقى مريضة امتى بقى? تبقى كارير لو هي عندها الجين في مشكلة في الكرموسوم واحد بس من الاكس يعني عندها كرموسومين اكس فلو واحد فيهم في مشكلة في الجين فالتاني يبقى شنغل ساعتها نقول الست دي كاريري يعني ايه يعني الجين بتاعها الكروموسوم بتاعها عنده مشكلة في الجين بتاع فكتور تمانية او فكتور تسعة تمام تمام ولكن الاعراض مش ظهرة عليها ليه لان الكروموسوم التاني بيقدم غرض بيقدم مكان الكروموسوم الاولين تمام لكن امتى تبقى الست مريضة بقى لما تورس الكروموسوم اكس والكروموسوم اكس من ابوها ومن امها لما تورس الكروموسوم اكس من ابوها او امها. وللاسف الاتنين يكون فيهم مشكلة في الجين. فزاعتها نقول ان الست دي عندها مشكلة في الكروموسومين. الست دي مريضة بالهيموفيلي. ولان الهيموفيليا مرضا مرضا مراشا الاعربة والنحو كده. مرض وراثي فهو بيبدأ من او ما تتولد. الجينات بتاعته موجودة فيك. بتكون ايه اعراضه ان انت اي ادنى خطة بتتخبطها او ادنى حاجة بتقدي الى نزيف. بتفضل تعملك نزيف اطول من اللازم. اول ما بتنزف بتفضل. اول ما بتنزف يعني بتقدي فترة طويلة بتفضل تنزف. من اقل حاجة زي مثلا انت خلعت سنة. خلعت سنة او خلعت الدرسة او كده تفضل تنزف 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 بلادها. تمام? بقول لك احيانا وانت بتتمرن عادي يعني الطبيعي بتحصل ان انت وانت بتتمرن المفاصل بتاعتك بتكون عليها ضغط كبير. خصوصا بقى مفاصل الرقبة. تمام? لذلك هتلاقي صورة الرقبة موجودة في كتاب. مفاصل الرقبة بيكون عليها ضغط كبير. فكون المفاصل عليها ضغط كبير ده بتعرض بتاعتها انها تتفتح كل شوية. تمام? وما يقفش النزيف بتاعها. فده بيخلي الدم يتراكم جوه المفاصل. لما الدم يتراكم جوه المفاصل بيؤدي الى ان المفاصل ده ما تتحركش بالشكل الطبيعي. وكمان تحس فيها ببعض الان. علاج الموضوع ده ايه? بص. هو عنده ناصف رقم تمانية ورقم تسعة او رقم تسعة. فاما انك تختار الطريقة العقيمة ان انت هتنقله بلازمة اللي فيها فاكتور رقم تمانية. وطبيعي يعني مش هتنقله بلازمة كل شوية. نعم فاهم? اما انك بقى تختار الحل الاغلى اللي هو ايه? بالعربي بيقولو عليه معادل اتحاد. ده معناه ان انت بنجيب الجين اللي بيصنع فاكتور رقم تمانية تحطه مع الدي ان ايه بتاع بكتيريا. البكتيريا عندها دي ان ايه. انت بتاخد الجين اللي بيصنع الفاكتور رقم تمانية او تسعة يعني. وتحطه في جوه البكتيريا. تمام? تمام. بس تحطه جوه البكتيريا. البكتيريا تبدأ هي بقى تصنع لك ايه? الفاكتور. زي او زي اي بروتين. خدت بقى انت الحوار دوت في البايوكيميستري بالزات في العمل يعني. او في النظر مش فاكر. ماشي. ده كان التالت حاجة الاو هي الارابة حاجة الهيموفيد. التالي حاجة بقى عندنا المختلفة الاو هي يعني ايه? يعني جسمك بيكون جوطة بلا داعية. معي. امتى جسمك يكون جلطة بلا داعية? بص معي. في اول مرة عندنا اسمه ثرومبوزيس. ما له بقى الثرومبوزيس دوت? بص. بيقول لك من الغير ما الفاس اللي يحصل له انجوري? لايه جسمك كون ايه? جلطة. فتكوين الجلطة بدون داعي ده اسمه ثرومبوزيس. تمام? تمام. طب الثرومبوزيس دي بتعمل ايه مشكلة? جلطة نفسها ممكن تسد لك الوعاء الدموي. فكون جسمك كون جلطة بلا داعي ده ممكن يسد اي وعاء دموي. تمام? اقدي الى ان الارجن اللي رايح له مثلا الدم دوت. ما يوصلوش الدم. طب بتحصل امتى الثرومبوزيس ديت بيقولك لما البلاد فلو بتاعك يبقى سلاجش. يعني ايه سلاجش? يعني سلاجش دي معناها بس ركود. يعني ايه ركود? ركود يعني دم بيتحرك ببطقة. مش احنا خدنا ان الحاجات اللي بتمنع ان الدم يتجلط في كان من ضمنها ان الدم بيمشي بسرعة? اه. ليه? عشان ما بيسمحش? لكوة جليشن فاكتورز انها تتلامس. لما كوة جليشن فاكتورز تتلامس هتاكتف بعضها وتبدأ انها تعمل ايه? جلطة. فلو انت عندك الدم ماشي بطيق ده بيسمح ان تلامس بعضها وتتراكم فوق بعضها. فتؤدي الى تكوين جلطة. بتحصل امتى بقى اللي سلاجش بلاد فلو ده واتخدناها قبل كده? شفنا كلمة سلاجش قبل كده امتى? لما اتكلمنا عن الفيسكاستي. قلتلك ان الفيسكاستي لما بتزيد هتخلي ايه? سلاجش يعني ايه سلاجش يعني الدم يمشي ببطقة. تمام? وقلتلك ان الفيسكاستي هي صعوبة الحركة. تمام? وتكلمنا على فكرة عليها تاني في تمام? لما اخدنا لما اخدنا اه واخدنا الاعراب بتاعته كان من ضمنها ان لما ان احيانا المواد دي بتتخلي عن راكدة يعني بطيقة ماشية ببطء. فبتؤدي لأيه? لان تصيبك بجلطات. تمام? زي بالحالة اللي اسمها ثرمبوزيز. بص معي. الوعية الدمه ايه? تلت طبقات. بصوا. تلت طبقات حلوين كده اهو. مما ايش ده واعية دمه على الاد يعني. طبقة اسمها امتيما. تمام? اللي هي من جوه. وطبقة بره شوية اسمها الميديا. وطبقة بره اكتر اسمها تمام? في حاجة اسمها اثروسكيلروزيس. اثروسكيلروزيس يعني تصلب الشرايين. سكيلروزيس يعني حاجة صلبة كدا يعن��. تمام? الاثروسكيلروز ده بيكون عبارة عن ان الدهون بتتجمع كده في الانتيما بدون الدخول في التفاصيل ده يعني هو حاجة اعمق بكده شوية. بس عبارة عن ان الدهون بتتجمع في الانتيما بتخليها صلبة كده. تمام? جزء الصالبي من الانتيما دوت بسبب الاثروسكيلروز بنسميه اثرسكيلروتيك بليك. الاثروسكيلروز او تصلب الشرايين ده بيؤدي الى تكوين جلطة له له ان الجزء ايه ما قلتلك بيبقى صلب واحنا متعاودين البلاط بس اللي يبقى ناعم وسموس كده من جوه عشان ايه ما يؤديش الى تكوين جلطة تمام تمام يبقى دي بتحصل بسبب ايه او تاني حاجة الامبوليزم مان هي الامبوليزم الامبوليزم ببساطة خالص بيقولوا عليها الامبولي الجامعة بتاع الامبوليزم هي جزء الجلطة كده اللي هي التكونت جزء بقى جزء كده تتكاسر من الجلطة وبيسرح جزء تتكاسر من الجلطة وبيسراح يبقى العنبوليزم يعبار عن ايه conform這個 ثرومبوس هيت تمام هتبقى غزء كده تتكسر منها تمام؟ شاف الجزء ده وتعمل بقى يجري في الدم تمام? احيانا بتحصل في الوينز الفي ما قريم في الرجل يعني الوينز موanni بيحصل فيها الجلطة تمام اتكاسر يعني اتكاسر منها حتة وتمشي ويبقى اسمها ؟ اهي الامبولزم دي بابتستقر فين? في حاجة اسمها البالمونري ارتر. تعالك ده اقول لك. القلب اربع حجرات. القلب اربع حجرات. تمام? ماشي. الفينز بتروح تصب فين? في الحجرة اللي فوق على اليمين. اللي هي اسمها لما الفينز تصب فيها الفينز بقى طبعا اللي جاي من الرجل واللي جاي من فوق اللي جاي من تحت. تمام? كل الفينز بتصب فين في الرايت اتريم. الرايت اتريم ده بينزل الدم على الاجه? على البطين الايمن اللي هو تمام? طبعا ده كده الاوزن الايمن ده كده البطين لوما الدم ينزل على الرايت فنتريكل. طبعا القلب ثري بي مش مش عبارة عن مربع أو فاي اعب. عبارة عن الرايت فنتريكل ده بيطلع الدم للرقى. تمام? عن طريق ايه? عن طريق حاجة اسمها البلموناري ارتر. تمام? الدم اللي بيجي من الفينز بيدخل الرايت اتريم. الرايت اتريم بيوديلي الرايت فينتريكل. والرايت فينتريكل بيطلع عن طريق البالمونري ارتريز للمين? للرئة. تمام? فهو ده البالمونري ارتري. لما الجلطة او الامبوليزم تيجي من الفينز بتاعت الرجل تدخل على الرايت اتريم وتطلع من الرايت اتريم على البالمونري ارتري ساعتها توقف في البالمونري ارتري ونسميها بقى ساعتها ايه? بالمونري امبوليزم. البلموناري ارتري بالموناري يعني تنفسي يعني شان الارتري اللي رايح للرئة تمام فساعتها نسميها ايه بالموناري ايمبوليزم تمام تمام طبعا اي بلود فيسل رايح لارجن يتقفل ده بيؤدي الى حدوث اضرار في الارجن اخر مرض او تعالوا اختصر الليلة دي ونقول عليه الدي اي سي مين الدي اي سي في الواقع الدي اي سي مش مرض هو الدي اي سي عرض ولكن احنا هنا بندرسه في يعني في الهيموستاتيك دي اي سي هو عبارة الدي اي سي بيجي من عدة حاجات بتؤدي الى حدوث الدي ايه هو الدي اي سي بس الدي اي سي هو ان جسمك ما عندوش ولا ولا الجسمك شطب عليهم طب شطب عليهم ليه اصلك البي بيعمل الجلاطات على الفاضي طب هو البي بيعمل جلاطات على الفاضي ليه عشان عندو يعني ايه يعني انتشار في الدم الانتشار بتاع في الدم دوت بيخلي الاندوثيليم مش ناعم وده في حد ذاته بيكون ايه جلطة قالت لو واحد عندو يعني يعني الراجل دوت مسلا مسلا متعور في كل حتة في جسمه او الجواب عماله بتتعور كل ده بيؤدي لتكوين جلاطات وبيستهلك الكواجيليشن فاكتورز والبليتلت تمام او اي حاجة تانية بتؤدي الى ان التكوين الفايبران يعني يقول لك تكوين جلطة في الدماء تمام تمام طب ايه بقى اللي بيحصل كل دي حاجات بتؤدي الاستهلاك الكواجيليشن فاكتورز على الفاضي تمام لما تستهلك الكواجيليشن فاكتورز على الفاضي لما تتعب فعلا او لما الفيسل بتاعك يتفتح او لما تصاب يحصل لك انجري مش هتعمل جلطة ليه استهلكت انت تمام? ولذلك بتتميز بايه بقى? بحاجة اسمها بليدنج. الله 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 الله. يعني عبارة عن ايه? عبارة عن ان بيحصل بليدنج. عبارة عن ان بيحصل بليدنج. طب ده مش كده المفروض نقول ان هو بليدنج دست اردر. والله هو المفروض يعني. بس احنا بنقول هنا ان الحاجات اللي فوق ديت بتؤدي الى هى حاجات بتعمل جلطات على الفاضي. كلما ان اقول يعني ماشي هو بيبقى عنده عادي يعني بينزف شخص اللي هو الاستهلك بتاعته. فنتيجة ممكن نقول ده نتيجة دي اي سي مش هوا دي اي سايق. البيدنج ده نتيجة دي اي ساي. ان هو استهلك اللي عنده. فقدى الى ايه? الدم بتاعه. الدم بتاعه. لما بيتفتح ما عندهش حاجة ما عندهش ايه? تجلطه. تمام? تمام. ولا بليك لاتحاد. الميكانزم بتاعه يعني ايه ميكانزم? يعني ايه اللي بيخلي ده يستهلك او ايه مسلا اللي بيخلي تؤدي الى دي عي سي. بيقولك ان مسلا لما بيحصل ولا حاجة تيشو فاكتور بيدخل الدم. الفاكر اللي كان بيطلع من الخلايا اللي حوالين الوعاء الدموي. اه. فالتيشو فاكتور دا ما بيدخل بي اكتف مين? بي اكتف الاكسترينسيك. وانت عارف الاكسترينسيك ببعض الاحيان بينشط الاكسترينسيك. تمام? مش في بعض الاحيان وبينهم فعلا دينك. بينهم وصلة كده. تمام? تمام. فلما دو يدخل في الدم عاطل على باطل مش هيلاقي السلاح اللي بيردعه. اللي ايه هو السلاح اللي بيردعه? ولو فاكر خدنا حاجة اسمها تيشو فاكتور باثوي ان هيبتور. وتاق تيشو فاكتور باثوي ان هيبتور كان في انهيبت من? كان بيانهيبت فاكتور سبعة والتيشو فاكتور والايه؟ والكالسيوم. كومبلكس بتاعهم دوت كان بيعملوا انهايبشي ما. فوجود الترومبوبلاس تين او تيشو فاكتور عاطر على باطل في الضم. ده بدون ما يلاقي كمية مناسبة او كمية يعني تقدر تصده من التيشوفاكتور باثوي انهيبتور لها يؤدي الى تكوين جلطات بشكل عاطل على باطل ويؤدي الى ايه? ويؤدي الى الدي اي سي. وبكده الحمد لله نكون خلصنا المنهج كاملا. تمام? وان شاء الله نستنى فيديو العملي اللي هينزل ان شاء الله وقت امتحان دي العملي. هشوفكم على خير ان شاء الله الترمي التاني.